ازاي طلبات وطلبات الصفية الثلاثة العديدة دي مناهج معكم بس رحمة تفاوز والنهاردة ما عدنا مع المراجعة بتاعتنا حبيت ان انا عمل لكم كده مراجعة على الامتحانين بتوع محافظة اللي هو واحد وعشرين اتنين وعشرين واتنين وعشرين تلاتة وعشرين يعني بتاع السنة اللي عدت والسنة ايه اللي قابليها علشان اطمنكم ان الامتحان بيجي ازاي وان الامتحان سهل جدا وما بيكونش عندنا اي توطر نهائي من امتحان لانه هو سهل وبسيط وما فوش اي مشاكل وبالتوفيق ان شاء الله هنبدأ مع بعضينا كده حل الامتحانين اللي هما طبعا الامتحانين القاهرة بالنسبة طبعا للمنهج بتاعنا ايه اللي هو اللي هو اول حاجة طبعا اللي نبدأ بها هو امتحان القاهرة طبعا واحد وعشرين اتنين وعشرين اوكي اللي هو امتحان القاهرة عشرين واحد وعشرين تعال نشوف نتدرب مع بعضين كده على حل الامتحان ونشوف الامتحان جهز ازاي بالنسبة ليه لطلبة سري. طبعا الكلام ده معانا فيه في الفرس تيرم. اول سؤال طبعا بدأنا بيه اللي هو ودي محادسة بين نوها اللي هي ايه معها توريست سائحة. نوها بتقول طبعا التوريست كان اي هلبيو ممكن اساعدك قال لها طبعا ايه ياس بليز وسألها السؤال هنا قال لها طبعا حاجة قالت له ايه نوها يو كان جو باي تاكسي او اون فوت يعني انت تقدر تروح بالتاكسي او تروح بالفوت على الاقدام. فراح هنا قال لها حاجة قالت له. no it isn't. it's only ten minutes walk from here. طبعا لا. طبعا لان هي عشر داعية من هنا طبعا ايه بالزبط. فالتوريست سأل سؤال او قال حاجة. if i took a taxi. لو انا خدت تاكسي. how much is fair? يعني هدفع كام? نوها طبعا قالت له حاجة. قالت له. يعني بيقول لها طبعا ان انت ايه هلبي في المتعونة. نوها قالت له is this your first visit to ايجيبت? دي زير تاكل قوله المصر. التوريست قال لها نو ورح رد عليها حاجة. طبعا نوها سألته سؤال. الله i have visited the pyramids. انا زرت طبعا الهرامات وزكايرو تاور وبرج الكاهرة واللوكسور. وقالت له have a nice time in ايجيبت. اتمنى لك طبعا ايه حظ زائد في مصر. قال لها طبعا sure i will. sure i will. طب بالنسبة هنا طبعا لما اه قال لها هنا ايه? yes please. yes please. يعني هو طبعا لها قالت لك انا help you. ممكن اساعدك. yes please. وممكن اقول لها هنا مسلا how? يعني عايز لها ازاي اوصل مكان. ممكن طبعا هنا اقول لها ايه? how can i? يعني ازاي اوصل. آآ can i get to the station. ازاي اوصل ايه? المحطة. وطبعا هنا سأل السؤال او. قالت له طبعا you can go by tax or on foot. ممكن تراخد tax او تروح بال على الاقدام. فطبعا هنا سأل السؤال قالت له no it isn't. يعني هنا ممكن اسألها يقول لها ايه مسلا? is it far from here? يعني الكلام ده هنا. معناه ايه? هل هي بعيدة من هنا? ده سؤال اوك ايه? قالت له no it isn't. it's only 10 minutes. يعني هي عشر ده ايه من هنا. walk from here. قال لها طبعا if i took a taxi. how much is the fear? يعني لو انا هياخد تاكسي. طب ادفع كم? ممكن هنا تقول له طبعا you can. يعني ممكن تدي له مسلا you can give him. تدي له ايه مسلا? آآ تين ايه? باونز. طبعا نوه محددش. قالت ادي ايه? ولا تاخد ايه? هو عادي انت ممكن تجيب الحاجات دي من مخك اهو. قال لها thank you. you are really helpful. شكرا لك لانك انت متعاونة. اوي نوه قالت له is this your first visit to Egypt? دي زي ارتك اللي ولا المس? طبعا هنا قال لها no. ممكن لها طبعا ايه? this is my second. my second. my second. кое? visit يعني دي زيارة زيارة كام التانية. آآ طبعا هتسأل السؤال ايه? 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 i have visits the permits? زكاير تاور. يبقى اكيد هتسأل السؤال هنا هتقول له where? يعني where هنا ايه? وممكن تقول طبعا هنا وير ايه هنا وير هاف يو بين هاف يو ايه فين يعني انت رحت فين ويخلص الحوارة هو ما فيش اي مشاكل خالص وده طبعا كان ايه اول حاجة في الديالوجة بعد كده السؤال اللي معانا على طول هو هيجينا كم سؤال هنا تين او عشرة او في نمبر وان هنا بيقول ازاي طبعا كلام ده احنا شرحنا كله فين في شرح المراجعات والكلام ده كله هنا فبيقول لي ايه ازاي هل هنا الولدين عبروا عن ايه اللي هو الشكر ولا عبروا عن الاهتمام ولا السعادة ولا عن كلمية طبعا ايه الترافك اللي هو الزحم اللي جاب من المدرسة او القرب منين من المدرسة طبعا هو هنقول طبعا والربعة ده كده على نمبر تو هنا بيقول ليش طبعا عايز يقول هنا ان هي لم تتعافى او لم تكتزم احنا طبعا عندي هنا ايه هنا اكتزم احنا اللي هي اوفر يبقى شي والربعة هي كده على كوستش نمبر سريبيول ام افريد اوار فون از اوت اوف انا خايف ان طبعا التليفون بتاعي او تليفوننا يكون اوت اوف زيس وورلد يعني اوت اوف زيس وورلد يعني حاجة زي كده يعني طبعا قطع النفس خارج النظام اللي هو رعب انت لازم تستخدم طبعا التليفون ايه بتاعك احنا هنا طبعا محتاجين ان احنا ناخد هنا اوت اوف اوردر وده هنا معناها ايه معطل معناها ايه معطل نيجي على نمبر فور هنا بيقول ودي اسمها السجادة الحمراء اللي هي طبعا ايه معاملة هنا يعني معاملة ودي معناها كده معناها يعني معاملة خاصة ونيجي بعد كده على كوستش نمبر فايف هنا بيقول يعني عادل لو كان معامل فلوس كفاية كان سافر هناخد طبعا هنا هاد لان دي قاعدة في الحالة الكام هنا الحالة التانية هي اللي بتقول اه باست سيمبل باست سيمبل طبعا هتوبع هنا ود بلس مين نروح بعد كده على كوستش نمبر اه سيكس بيقول طبعا هنا بيقول له يلا نجرب سورة عشان ما عندناش وقت ان احنا ايه نخسره يبقى طبعا ايه هنا ويه هاف ايه نو ليه اخدنا هنا هنا لان طبعا هنا هاف مزبتة طب لو ايه كنا نقول دون هاف كنا نقول دون هاف انا ما اه انا طايم اوكي لكن يعني عندنا وقت اما في نمبر سيفن ولي ما اخدناش ايه لان طبعا طايم انكاونت بل ما تاخدش ايه اه نيجي بعد كده كوستش نمبر سيفن بيقول لي اتوز بريك تايم يعني كانوا هي تلفزها اند اول زا كالز انزا سكول يارد طبعا كل الكدز هنا كانوا بيعملوا هنا ايه بيلعبوا فين في اليارد طبعا هنا هناخد ايه هنا وير بلاينج وير ايه بلاينج ويف كوشن نمبر ايت بيقول لي هنا ايه هي ادارك بلو شيرت فورزا دينر يستردي عشان عندنا كلمة يستردي هناخد وور هنا يعني ارتدى وخلص او لان هنا اسمو كومبليت دي اكشن باست فين في الباست اللي هو الماضي نيجي بعد كده كوشن نمبر ناين بيقول لي زي يوز زا وورد ان بريدن وايل زا امريكان يوز زا وورد فول طبعا فول اللي هو شهر اللي هو فصل الخريف هنا طبعا في البريدن هنا قالك بيستخدموا كلمة مين اضم اضم اللي هو ايه الخريف نيجي بعد كده كوشن نمبر تن بيقول لي ايد بريفير مدام عندنا ايد دي تمام يبقى لازم تحط هنا تو جو اوكي يبقى ايد بريفير تو جو اهي تو جو الون طب لو مكنش هنا ايد دي كنا هنقول ايد بريفير جوينج على طول خلصنا الجزء ده نروح مع بعضين على الري رايت في الري رايت هنا بيقول لي طبعا مدينة كم جوملة فور رايت اه خمس جومل نمبر وان هنا بيقول لي درينكس تي فيري اوفن اللي استخدم كل اللي هتعمله هنا ان انت هتشيل اوفن وتحط يوجول بعد بين هنا اللي هي ايه هي يبقى تقول هي يوجولي درينكس وتكمل بقى تي تكمل ايه تي اوكي ونجي اعفلين الجملة بتاعتنا نجي بعد كده كوشن نمبر تو بيقول لي يعني انا ها وصلك البيت وبعد كده على طول هاعمل ايه اه ها سوء للعمل هنا طبعا انت هتشيل هنا ليف يعني هنا ايه يترك او يغادر وتحط مكان يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه نجي بعد كده 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 كوشن نمبر سري بيقول ليش يكن بينت زا هاوس انهير اون اللي استخدم ايبول تو كل اللي انت هتعمله ان تشيل هنا كان اللي هي القدرة وتحط مكانها ايبول تو والدرس ده برضو معاك في منهج اللي هي هتقول طبعا هنا هي وشيل شي شي تاخد وبعد كده تحط ايبول تو يبقى شي از ايبول تو بانت تو ايه بانت وتكمل بقى هنا ايه از هاوس انهير اون انهير ايه اون نجي بعد كده لكوشن نمبر فور بيقول صدلي لاي سو مي فريند انزا كراود اللي استخدم اسبودت استخدمي اسبودت يبقى انت هتشيل هنا سوق وتحط المكان اسبودت يبقى تقول صدلي اي سبودت ماي فريند انزا كراود نجي بعد كده على كوشن نمبر يعني مفيش حد شايف الحادث على استخدام انا عايز اقول لك ان تساوي برضو ما هي يعني شهادة وسو هنا برضو معناها شهادة هنا معناها لاحظة او شايف برضو هنا تساوي سو يبقى هنقول يعني مفيش حد شهادة الحادث هنروع بعد كده على اللي هي القطعة في القطعة انا بيقول له my younger brother had to go to hospital last week لا اخوي الصغير كان لازم يروح طبعا المستشفى الاسبوع الماضي because he had broken his leg لان طبعا رجله انكسرت ويلي بلاينج فوتبول وهو بيلعب طبعا كورة in a school match في ماتش ايه في المدرسة he was taken to hospital يعني اتخذ للمستشفى and when he arrived لما وصل he was operated on by one of the best surgeons طبعا كان بيتعمله عملية من احسن الجراحين انتوين في المدينة who just happened to be our father مين طلع مين بقى اللي هو بابا بالطبع ما اتهاد يعني انسيستيك اللي هو طبعا حاجة كده زي نقل او زراعة او زي كده حاجة زي كده ايه اللي هو اللي هو كده اللي ايه انسيستيك اللي هو ايه التخدير زي البنج كده يعني كده يعني انتو سليب واللي خلاه ينام اميديات لا في الحال although it took older people sometime to recover from an operation he felt better يعني هو طبعا شعر بان هو بيدر كويس بريدي يعني جميل كويكلي بسرعة because he is young لان هو كان صغير and he said he had been looked after very well by all the nurses يعني هو قال انه كل النيرسس اللي كانوا حواليه اهتموا بيه and no doubt وما فيه شك استمتع بكونه the center of attention يعني كان محط اهتمام now one week later بعد اسبوع he is recovering at home بيتعالك في البيت the doctor they say that he has to take it easy لازم ياخدوا الامور ايه بسهولة for the next few weeks الى سبع القادمة القليلة but i know he will start to feel poor ده لكن انا عارف انه هو هيبدأ يشعر بالملل football has always been has life لان الكرة القدم دي دايما بتكون حياته why the other children بينما الاطفال الاخرين play with trains بيلعبوا بالقطرات he would be running around with a pole كان هو ايه بيجر حواليه يعني بالكورة يعني let's hope he is soon back on his feet نتمنى ان هو يرجع على اقدامه بسرعة اول طبعا جزء اللي هو ايه في القطعة هم number one بيقول ليه طبعا اخو الكاتب اخذ الى المستشفى هنقول طبعا اللي جيب اها because he had broken his leg لان طبعا الرجله ايه انكسرت ونقول له كده تعال هنا ده كويشن number game one بعد جاي في الكويشن number two هنا بيقول له what's the greatest passion for the writer's browser يعني ايه passion هنا اللي هي ايه العاطفة ايه العاطفة القوية لاخو الكاتب هنا هنقول طبعا ايه بقى اللي هي football has always been has life اللي هو كرة القدم هي حياته ودي طبعا great a passion passion هينو اللي هي ايه عاطفة عاطفة ما يقدرش يستغنى عنها وده كويشن number two نروح بعد جانا لكويشن number three what does the writer's browser have to do for next few weeks يعمل ايه في الاسابيع القليلة الجاية طبعا الدكاتري قال له بقى next few weeks اللي هو ايه بقى he has to take it easy اهي لازم ياخدها ايه بسهولة كده اهو يبقى كم كده سري كده خلصنا القطع التلاتة سألة نروح بعد كده على اللي هو اللي تشوزها ده الجزء بتاع بيه اهو بيقول الكاتب طلع ايه هنا هلا هو دكتر ولا فوتبلر ولا كوتش ولا سيرجن طبعا سيرجن اللي هو الجراح وفي number five ولا ازا underline اه وورك وورد بريدي كلمة بريدي هنا معناه ايه بقى very ولا hard ولا light ولا different ايه طبعا هنا بريدي معناه هنا very معناه ايه هنا يعني جدا وفي number six ما تقفل طبعا هو مات الشعر بان هو كويس جدا بسرعة لان هو هنا ايه ساد ولا ينجو ولا طول ولا هابي لان هو ينجو لسه صغير في السن هنا فيه طبعا صحيح بسرعة اه بعد كده طبعا هنروح على الجزء بتاع اهو اوكي جيب لنا وبيقول لي هنا يعني زيارة دول اجنبية مفيد جدا وبيقول لي ايه جيب مصر كما تحب ان تراها وبعد كده طبعا هو الجزء بتاع مين النوفل اهو بتاع جين اير انا عارف طبعا ان في ناس ما عندهاش جين اير عندها طبعا تيل اف تو سيتز اللي هي قصة مدينتين لكن طبعا هو ده امتحان القاهرة موجود فيه طبعا اللي هو ايه هيجي ويقول لنا طبعا هو طبعا تلاتة عايز تعلق على اتنين بيقول لك وده طبعا هنا ايه الكلام ده طبعا في المراجعة بتاعتنا اللي نزلناها هو اللي هيجين اير اهو جيب اللي امتحان اهو في الشابتر فايف طبعا اللي قال الكلام ده مين ماري ان تو جين مين لجين وين شي سو داكتور بيتس كم اوت وز نيرس يعني طبعا شافت الدكتور طالع من مين مع نيرس ممردة جين طبعا جريت بسرعة توزع نيرس على النيرس عند اسكد باوت هيلين بيرنس كنديشن وسألت على حالة مين هيلين بيرنس وبعد كده هلروح على كوستشن نمبر تو بيقول لو انت تعورت ومحتاجة مساعدة اي كان فتش سم وان فروم سور نفيلد هو وده برضو هلروح على هو موجود طبعا هنا فين في شابتر سيفن اهو في المراجعة يعني الحاجات دي جيت ايه برضو اللي امتحانات جيت من المراجعة اهو كوستشن نمبر سيكست تفوره بيقول لي ايه ايه اهو جين توزا رايدر الالت كلام ده جين توزا رايدر وهذا انا اكسيدنت اللي كان عنده حادث انزرو ده على الطريق شي اوفرد توهل بهم هي عرضت عليه ان هي تساعده اه طبعا ايه فروم سورن فيلد شي دين نو وما كانتش تعرف ازا تي ووز مستر ريتشستر انه هو كان مستر ريتشستر زا اونر اوف زا هاوس اللي هو ملكيه البيت والروح هاي كده على كوستشن نمبر سري يو كرول بو يو ار لايك اميردر وده برضو في شابتر وان برضو في الشيت بتاعنا هم اللي هو شيت المراجعة الكلام ده طبعا قالتو مين جين للولد اللي هو ايه اهو ده كوستشن نمبر تو اهو للولد اسمه جين جور ريد طبعا جين جور ريدها وان هي هات هير وزا بوك لما ضربها طبعا بالكتاب شاتك ده هم هي طبعا كانت هجمت عليه جون وزا من كاز اف اول هير ترابل زي الولد ده كان كل او المزر الرئيس بتابع بتاع كل طبعا ايه اللي هي المتاعب بتاعتها ونروح بعد كده على كوستشن نمبر وان في الجزء التانه هايقول لنا طبعا ايه انصر سري كوستشنز اونلي هو مدين اربع بيقول لك يعني قلت لها عن ايه ايه عن الارفناج الكلام ده طبعا كان في الشابتر سري كان في الشابتر ايه سري اهو وضت كلام ده في كوستشن نمبر ناينتين طبعا انا نقول ان هي اخبارتها زادة ميستيمبل ده طيبة لكن طبعا البيت ده مش ملكها زي ليف دي ان لعيشين فيه ايه ايه اوكي وبعد كده هنروح على بعد كده طبعا كوستشن نمبر تو بيقول له وده كان في شابتر سيكس شابتر كم سيكس اروح على شابتر سيكس اهو بسرعة شابتر سيكس اهو بيقول لهو ووز ادل فرنز اهو كوستشن نمبر ففتي سيفن بيقول شي وز بنت صغير عندها كان تمن سنوات شي وز سن رفيا عند بيل شي وز فتاة كاصر ونروح بعد كده على كوستشن نمبر كان نمبر سري بول وده كان في شابتر فور نرجع على شابتر فور بسرعة اهو اهو بيقول لك ايه هو وات ووز جين ارس طول او كوستشن نمبر سري هنقول له طبعا ان مستر بروكل هارست وانت تو يوم ليت جين كان عايز يزل جين امانج از اوزر جلز بين البنات الاخرين هي اردر دهير تو كيب ستاندن امار ان هي توقف على كورسي فور ز رست اف ز دي باق اليوم وز اوت توكينج تو انا وان بدون الحديث مع اي شخص وبعد كده السؤال بعد كده بقول لك هاو دي مستمبل كومبنسيت زي مستمبل طبعا عوضت الكلام ده كان طبعا في شابتر سري تنروح على شابتر سري هلاقي برضو السؤال بتاعنا موجود فين في الشرح اوكي اهو كوشن نمبر اتين هنقول له شي اردر دي زيم الانش او بريد طبعا امرت لهم بغدا اا من الخبز اند تشيز بيكوز زي هادن تايتن زير بريفاس لعنهم ما مكلوش الفطر بتاعهم اند زي وير هنجري وكل الاسئلة بتاعتنا طلعت منين من مراجعة بتاع الشيط اوه ما عندناش اي مشاكل خالص والرابعة جاء على الكوشنز اللي بعد كده اخر سؤال معنا هو البويتري. البويتري هنا طبعا بيقول لي انسر زي فولين كوشنز فروم زي بويم اف بيقول لي اف يو كيب يور هيد ونقول اباوت يو. هو جي هنا قال لنا طبعا برافريز زي باف اي زي باف اي لاينز يعني عمل لنا برافريز وهينا بيقول لك بيك اوت زي فيجر يبقى عايز منك حاجتين. الحاجة الاولين هي تعمل والحاجة التانية تطلع مظاهر الجمال. طبعا هو الكلام دي جي من ايه وهينا طبعا في بيقول لك ايه طبعا بينصح ابنه ان يخليه هادئ وانه طبعا ما يعملش ايه هنا ما يفقدش اللي هو الطبع بتاعه. وهي بينصح ابنه ان يكون عنده طبعا ثقة بالنفس ويكون صبور. هو كمان بينصحه يعني ما يجدبش عن الناس حتى لو كتب عليه واخيرا هي هو طبعا ايه بينصحه ان هو يكون شخص متسامح يعني متواضع وما يكونش طبعا شخص فخور بايه بنفسه. هنا عندنا في حاجة اسمها كونتراست عندنا حاجة اسمها ايه كونتراست في ولوزنج زيرز كورهد حاجة اسمها ايه هنا? هنا. اللي هو ايه? اللي هو التضاد. ده تمام? بعد كده عندنا طبعا هنا بيقول لك ايه? اهو. اوكي? ياس? وده هي طبعا هي مش موجودة هنا في باقي الاستانزة. فانت لما انت هتطلع بقى هتطلع هنا في الحتتين اللي موجودين عندك اللي هم ايه هنا? ايه? وده هنا. خلصنا طبعا جزء وخلصنا كل حاجة فين في الامتحان وحلنا كله وفهمنا طبعا الامتحان بتاعنا هيجي ازاي? تعال نروح مبادئين على الامتحان بتاع مين? القاهرة اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اللي هو ايه? السنة اللي عدت. اول جزء معنا هنا طبعا اللي هو ايه اللانجوج هو اللي هو الديالوج الديالوج هنا بين هدا وبين نورا. هدا بتقول هاي نورا يولوك هابي توداي. يعني انت شكلك مبسوطة النهاردة مالك. اقتلى ايه حاجة. اقتلى جريت يو مست هاف اكسرتد جريت افرس تو كام فريست انز اكزام. يبلبت نور اسمها دي ايه نورا قالت ايه? 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 يعني انا طلعت ايه هنا? يعني اطلعت الاولى. انز اكزام. يعني ايه? في الامتحان. اوكي? اقتلى ايه بقى هنا? اكيد انت طبعا بازلت مجهود جامد في الامتحان يعني. اوكي? اتلى ييس اي. طب مش سألت هنا ايه? اتلى طبعا هنا بهاف? اه اولها يس اي هاف. يس اي ايه? يس اي هاف. اكيد طبعا. ورأي سألتها سؤال هنا اتلى هي هاز اوريدي بوت مي لاب توب. هو كده كده اشترى لي لاب توب. يبقى طبعا هنا هتقولها ان باباك اكيد هيشتريه لك اللي هو ايه لاب توب او هدية. يعني هنا ممكن تقولها مسلا ايه? will your father buy you a present. يعني هل باباك ايشتري لي كده ايه? ايه اتلى هي هازوريدي بوت مي لاب توب. يعني هو كده اشتريه كده كده لاب توب. راح اتلى اتلى هده طبعا ايه? لاب توب. هاو جريت. يالا العظم. سألتها سأل اتلى اف كورس. اف كورس. يعني ايه هنا بقى? هنا ممكن تقول لها. هتقول لها طبعا هنا ان انا ممكن ااخد منك مسلا ايميل ادرس. يبقى كان اي. كان اي. تيك. يور ايميل. ادرس. ممكن ااخد منك الايميل ادرس بتاعك. هتلى اف كورس. سألت السؤالة هتلى ايه. يس وي كان شات. ايوة نقدر طبعا نعمل شات. يبقى اكيد هنا هتلى كان وي كان ايه? وي شات. كان وي ايه? شات. كان وي شات. ممكن نتكلم. هتلاقي اس وي كان شات بتقول لدورنج ازاي فاكيشن. لكن البيت دي طبعا حارسة جدا ان هي مش هتعمل شات غير في الفاكيشن بس في اوقات الاجازة بتاعتها. هتلاقي بقى هدى هتلاقي انت عارف بتعملي كل حاجة ازاي بطريقة ملائمة. هنروح بعد كده على الجزء بتاع اللي تشوز هنا وبيقول لي هنا ايه? في كوشن نمبر وان بيقول لي هنا. دي داي دي داي اهو ساي ولا سبيك ولا تيل ولا منشان يوز اجوك. طبعا هنا جوك يعني نكتة اوكي? احنا اخدناها طبعا هنا اللي هي ايه? تيل اجوك يعني ايه? تيل اجوك يعني ايه? يقول النكتة. اباوت ازا فروغ جو ان هولي داي. اوف نمبر تويني بيقول لي دانيال تانس افري داي افتر سكول. انا عندي هنا اف اه افري داي. افري داي يبا هنا على طول هروح على بريزن السيمبل اللي هو بليز يبا دانيال بليز اه تانس افري داي. نمبر سري بيقول لي تراي تو فاين سام جود بوينس اباوت هير اسي. حاول تلاقي ان جود بوينس يعني نقاط جيدة للموضوع بتاعها الاول فرس شي از فيري. البنت دي حساسة جدا يعني حساسة هنا اللي هي سانسدف سانسدف توكريستس اخدوا لك الحاجات دي كلها مراجعينها فين? في الموجلز. كله اذكرينه في الموجلز والمراجعات. في نمبر فور بيقول لي داليا هاز نو فريندس اند از ريال كويت. هنا طبعا ايه هنا? داليا دي ما عندهاش اصدقاء وهي دايما بتكون كويت ايه هنا? لولي يعني طبعا هنا ايه? اه تشعر بالوحدة. اوكي? كويت لولي. الون يعني وحدة او بمفردة. يعني حاجة فريدة من نوعها قايند يعني طيبة. هو انا امتى اقول هنا لولي? لو قلت هنا لولي او يعني هي تشعر بالوحدة. لكن لما اقول طبعا هنا يعني هي لوحدية او ايه بمفردة. نروح على نمبر فين. زي على نهاية العام طبعا هيكونوا هم باعوا طبعا هنا انا عندي هنا تصريف ثالث هنا او يبقى عايزين اللي هو يبقى يبقى نروح باقي على كوشنا نمبر سيكس يبقى اللي احمد يعني احمد ده غايب اوكي من ايه من المدرسة منزا. طبعا احنا هنا ده بريزنت برفيكت وبهاز بين ابسنت. في نمبر سيفن هني بيقول لزيه. هنا اللي هو اه صوت المرمرة. هاولنج صوت الرياح. سبلاشنج صوت المياه. يعني اللي هي اللي هي التكتكة بتاعة زي الساعة كده. طبعا يبقى هنا نقول ايه? هاولنج. يبقى زواند ووز هاولنج. نروح على نمبر ايت واللي ايد بريفير. طب احنا لسه حليني الجملة دي في الامتحان بتاع السانة اللي فاتت. قلنا لما يكون في ايد هنا. ايد دي معناه يبقى هنا تو جو. يبقى هنا ايد بريفير تو جو الون. يعني انا افضل ان انا اروح بمفردي وانا بروح نروح بها جدا على آآ ناين بيقول لهم يا اس فري امباشوس. وليلة ديك بتكون طموحة وعايزة تو جيت ايه هنا. جيت ابي يا ستايكز. جيت انتو يعني يلتحك بي. وده طبعا بسهوء معناه هنا جيت انتو جيت ايه انتو معناه ايه يخوض في يخوض ايه في يعني عايزة بقى ايه تخوض تجربة النجاح يعني. خد بالك بقى روح بقى على آآ نمبر تين بيقول لزا يعني هو هنا البوليس ابض على اللي هو مين اللس وايل وايل هنا دي قاعدة حدسين اطعوا بعد هو كان اللس او الحرامي كان بيقتحم المكان وجي هنا طبعا مين البوليس ابض عليه يبقى هنا يعني كان بيقتحم خلصنا طبعا كده الجزء بتاع مين اللي هو اللي تشوز. تعال نشوف الجزء اللي بعد كده بيقول لي ايه في نمبر وان في الرايت بيقول لي ايه هنا في الرايت بيقول داكترز نيو فروم تيستز زا زا نيو جين ووز ووركينج. قال استخدام سكسسفول. طبعا انت كل اللي هتعملوا اقتشي الوركينج دي وتحط مكانها سكسسفول لانه هي بتسويها. يبقى تقول داكترز نيو فروم تيستز زا نيو جين ووز سكسسفول. وهتروح بعد كده على كوشة نمبر تو بتقول لي ازيز كوميك موفي. طبعا الكوميك موفي دا اللي هو ايه فيلم فوكاهي. طبعا انت هتاخد هنا الاستخدام كراكسي وبقى تشيل ميه هنا. اوكي. وهتحط مكانها ايه بقى? هتحط مكانها اللي هي كراكسي مي ايه اب. هتقول هنا بقى. هتقول ريالي. اوكي. كراكس. كراكس مي اب. يعني بيوقعنا من الضحك يعني. تمام كده? يبقى تقول زيز كوميك موفي ريالي كراكس مي اب. نيجي بعد كده لكوشن نمبر سري بيقول لي يونيد انت هنا انت مش محتاج. كام اف يو دون في الو. انت مش محتاج ان انت ختيجي لو انت ايه هنا. مش بتشعر ان انت كويس. هالي استخدم هاف تو. مع ايه هاف تو دي معناه هنا ايه? مش مضطر. يبقى هنا تقول له يو. don't have to come. اوكي? وتكمل بقى لو بصيت هنا هتلاقي ان هنا. بريفير جي بعدها في ربا اين جي. وحطينا في النص تو. وجبنا هنا في ربا اين جي. لكن قال لي استخدم رازور. تعالي نشوف القواعد كده القاعدة بتاعتنا. في القاعدة بتاعتنا هنا بيقول اي بقى? ركز معي. قال لك لو استخدمت هنا بريفير. اوكي? هيجي بعدها هنا في ربا اين جي. على تو بلص في ربا اين جي. قال لك لو استخدمت رازور. شوفتها? اي بريفير ريدنج. اوكي? تو واتشينج فيلمس. هنا تستخدم رازور بقى تحط هنا وبدلتوها تحط مين زان? وتحط تعالي نشوف نكتبها كده. بيقول لي ايه هنا بقى? بيقول لي ايد. هتقول لبص ايد. ايد اللي هي ودها. هكتبها لكم عشان تعرفوها. ايد. بعد كده هتجيب اللي هو مين يبقى اللي اتنين جوم هنا ايه? شوفت انا عملتها ازاي? تاخد بالك منها بالزبط. بعد كنا نروح على طبعا هنا كلمة اميزنج انا لسه شرحها فين? في الامتحان اللي قبل ده اميزنج انا تساوي. يبقى تقول اوكي? تعالي نروح مبعدين على القطع عشان نبقى كده بنحل القطع برضو ونحل كل حاجة. في القطع هنا بيقول لي what sort of food we are really likely to be eating in the year 2025. نوع الطعام اللي احنا هنأكلو في عالفين خمسة وعشرين. when you ask people اكوشن لما تسأل ناس سؤال like this. زي ايزر ساي. عما هيقولو. زي رون تبي اني لفت مش هيكون في. or whatever it is. زي رون تبي ماتش تست انت. هيكون فيه طعم او مزاق جيد. of course there are good reasons. يعني اسباب for being pessimistic. about the world's food supplies. طبعا هيكون فيه هنا ايه? شعور اللي هو المتشاعم. ايه اللي يخلي فيه تشام about the world's food عن امتدات العالم بالطعام in the future في المستقبل. اه for one single سبب although the world population طبعا زيادة السكانية is rising fast. يعني في زيادة مستمرة. food production برضو انتاج الطعام is keeping peace with it. يعني برضو ات هنا تعودي على على طبعا اللي هو production. اوكي? and the development countries. it's zero for وعلى كل حال. ergo that the main reason why people are hungry is not that there is food shortage. اني ليه الناس طبعا جعانا مش بسبب نقص الطعام. but that misses. لكن الطرق of cultivations للزراعة are not sufficiently. مش كافية. advanced مش متقدمة. in some areas. بعض المناطق and the food is not fairly distributed. والطعام مش بيتوزع بعدل to all those that needed على الناس اللي محتاجها. and most industrialized طبعا countries في الدول اللي هي industrialized اللي هي الصناعية. one important cause. سبب مهم جدا of the trouble. المشاكل is our conservative preference for meat. طبعا الحفاظ على اللحمة. after all. وبعد كده. آآ لو على ذلك او بعد كل ده. we are already in a situation. كلنا في موقف. where we feed animals. بنطعم الحيوانات. اللي هو حبوب الطعام اللي احنا بننتجها. بننتجها بننتجها طبعا بخامة آآ عالية جدا. even though the green would feed the human population. بدل ما هو طبعا يطعم الاعداد السكان يعني. يعني. يعني عايز اقول لك ان هما بايه بيدوا الحيوانات طبعا اللي هي ايه? الجرينز اللي هي حبوب الطعام بدل ما يدوها للبشر يعني. وبيقول لك ان scientists are capable of قادرين على constructing sticks from vegetables. ingredients like soya pins. طبعا هيعملوا ايه هنا مكونات من الخضروات زي مثلا نياه فول الصيوة. وhowever مع ذلك doubtful we may be about as your claim. we can reproduce the substance test on the color of meat by these means. السؤال number one هنا بيقول لي ايه? what makes the people hungry in development countries. اللي بيخلي طبعا الناس جعانة في اللي هي الدول النامية. تعال نشوف كده لسه ايلينها دلوقتي ان الطعام ما بيتوزعش بطريقة عادلة. اها بيقول لك ايه بقى هنا. آآ. the food is not fairly distributed to all those زيت نيدات اهو. ونقول له. يعني ببساطة كده ان الطعام ما بيتوزعش بعدل في المناطق ديات يعني. والرواح ما يجعل كوشن نيمبر تو بيقول لي. يعطي طبعا هنا ايه? آآ عنوان القطع هنا. طبعا ممكن نقول. ممكن نقول زفود. زفود ايه هنا. فكروا معي. نقص الطعام. سهل عادي كده. ممكن صح. نيجع لكوشن نابر سرينا بيقول لها. زي العلماء هينتجوا اللحمة فين? في المستقبل. احنا بقى مش هنأكل لحمة بقى خلاص هنأكل ايه هنا? هنأكل لحمة معمولة من الايه هنا? من المواد اللي زي هنا كده ايه? الفل الصيوة. اهو. زي كان ينتجوا المادة اللي هي لها الطعم. اللون بهزي الوسائل اللي هي ايه بقى? اهيه. اوكي. هنقول له طبعا ان قادرين على ان هنا ايه? كونستراكتن. كونستراكتنج. استيكس فروم فيش تقول ليه? انجريدينس لايك سويا. تمام كده? هنقول له طبعا ده كوششن نابر كام هنا? نابر سري. هتروح بحاجة على كوششن نابر فور بيقول لزي اندرلين وورد بزي مستيك بزي مستيك يعني متشائم. انزي برا جراف مينزي معناه ايه هنا بقى? معناه طبعا ما عندوش امل. في نابر فايف زي اندلين وورد ات از زي ساكند برا جراف ريفير زي تو بتقعود على ايه? طبعا اللي هو ايه هنا الفوت برو داكشن اللي هو انتاج الطعام. انتاج ايه الطعام. تعال انتكد منها تاني عشان برضو ما نغلطش. بيقول لك هنا ايه? فور وان سينج اوكي? اوكي? لا هنا كده بقى اغلطنا اهو. لا هالروح على مين? هي مش متوافقة مع الفوت برو داكشن. اما اللي هنا ايه? اللي هي وورلدز بو اللي هو ايه? الزيادة السكانية. او تعداد السكان بتاع العالم. ترقى على نمبر سيكس هنا بيقول لبيبول سينجزات انزاف يوتشر. اللي الناس بيعتقدوا ان في المستقبل انه فوت ورن اوت الطعام هاينفز ولا فوت سبلايز وود بي ديفرنت هتبدادات الطعم هتبقى مختلفة ولا الفوت هفنو تاست الطعم مش هي كل طعم بوس بي اند سي بيقول لك بي اند سي. اما طبعا ايوة هما كده بيعتقدوا ان هنا امدادات الطعم هتبقى مختلفة والحاجة التانية هنا ان هنا اللي هو الفوت والي هفنو تاست الطعم مش هي كل هي هنا ما زوق. يبقى طبعا الجابة هنقوله هنا ايه بوس بي اند سي. والجزء اللي بعد كده طبعا البراجراف هو البراجراف بيتتكلم عنه هنا visiting foreign countries is useful نفسه طبعا البراجراف اللي جي في السنة اللي عبليها وبيقول لك you're for photosport وانت هتتكلم على فيفروتوزبورت هنا يعني الرياضة المفضلة لك نروح بعد كده على النوفل بتاعتنا اللي هي جين اي راو question number one بيقول if you are here and won't help i can't fit someone from whole or from hey نفس questions اللي جي فين في الامتحان القابلي في number two هنا بيقول لي هنا ايه you cruel boy you are like murder نفس برضو في question number number one برضو في الامتحان القابلي someone must be very ill if they have sent برضو في الامتحان القابلي نيجي بعد كده الكوشن البعد كده بيقول لي who was a del verance جيف الامتحان القابلي what was the last wish? ايه الامنية بتاعة اللي كانت الاخيرة تعال نشوف موجودة في جين اير في اعتقد كده يعني ايه هي الامنية الاخيرة اوكا what was اهي اهي question number 48 she asked here not to feel sad طلبة من جين ان هي ما تحزنش for here this على الموت بتاعها because everybody would die one day لان كل واحد هيموت في يوم من الايام كده السؤال ده في شابتة كام 5 نيجي بعد كده بيقول لك how did miss temple compensate the girls for the bad breakfast ده برضو جاه فيين في الامتحان بتاع اللي سنة اللي هي قبليها برضو لسا مجاوبين نروع على question number 4 هنا بلو how sorry why did jane air suddenly decided to leave the wood ليه جين قررت ان هي تترك لو وده ده في شابتة 6 تعال نشوفوا كده مع بعض why did jane decide to leave the wood ده question number 55 when miss temple got married اول حاجة لما miss temple طبعا تزوجت and left the wood she began to think of leaving بدأت تفكر في الرحيل and see the world وتشوف العالم اللي برا اوكي ناخد بقى انهو من الحاجات دي اهي اهو تمام ويرروح بعد كده على ال هي ايه النوفل البتاع دي البويتر بتاعنا البويتر هنا بيقول لنا وطلع لنا طبعا الفيجر زو في طلع لنا الفيجر زو في هو طبعا هنا برضو موجود فين في استنزا نومبر ون اهي اهي اف يو كان ويت اهي 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 دي الان ايه لايز ودول هنا مالهم فيهم كون تراست فيهم ايه كون تراست انا حبيت كده بس ان انا هحل معاكم ايه الامتحانين بتوع السنة السنتين اللي فات اللي هو السنة اللي عدت واللي قبليها علشان خاطر برضو ان انا اطمنكو بالامتحان انا متسايبكو واتمنى ان احنا نكون استفادنا من الفيديو شكرا